بثلاثية نظيفة اقتنص نادي الزمالك فوزا ثمينا من نادي دريمز على أرض الفريق الغاني في نصف نهاء بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بهذا الفوز يتأهل الزمالك إلى نهاء البطولة المرة الثانية في تاريخه ضاربا موعدا مع نادي نهضة بركان المغربي بثلاثية نارية في عارين نادي دريمز وعلى ملعب الفريق الغاني وأمام جمهوره اقتنص الفارس الأبيض بطاقة العبور إلى نهاء بطولة الكونفيدرالية الأفريقية الزمالك نجح في تحقيق نتيجة كبيرة خارج الديار حاصدا الفوز الأول له على الملاعب الغانية حين أحرز فرسان القلعة البيضاء ثلاثة أهداف دون رد في شباك فريق الأحلام على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي في إياب نصف النهائي حيث تقدم التونسي حمز المثلوثي للأبيض في الدقيقة الثانية عشرة ثم تقدم البينيني سامسون أكينيولا بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة والعشرين فيما أحرز مصطفى شالبي الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والخمسين الفوز حقق للقلعة البيضاء الأفضلية بعد التعادل في لقاء الذهاب باستاذ القاهرة بدون أهداف ليصعد الزمالك لنهائي الكنفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بنسخة 2019 على حساب نهضة بركان المغربي ولعلها بشرة خير حيث ضرب الزمالك موعدا جديدا مع نهضة بركان في نهاء النسخة الحالية بعد تأهل الفريق المغربي إثر انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة نصف النهائي ليلتق الزمالك ونهضة بركان مجددا في نهائي البطولة الذي سيقام خلال شهر مايو المقبل ترجمة نانسي قنقر